بس لما تلاقوا البزرق اللي أوضعت في هذه الأرض الخصبة بعد كل هذه السنوات بتفرز هذه الرموز المسؤولة عن النادي الأهلي حاليا اللي يطالها ما يطالها فتتمسك بقيم وسوابت وقيمة وكبرياء النادي الأهلي محمود الخطيب كرئيس للنادي الأهلي لو اتكلمنا عنه ربما يكون الكلام مجروح ولو المهندس عدل القيعي أدلب شهادته فيه هيبقى داقصه عشان قناة الأهلي حتى وإن كان دا لا يمنع لكن لما تيجي هذه الشهادة وهذا الوسام من مؤسسة صحفية أخرى لا يربطها بالكابتن محمود الخطيب ولا بالنادي الأهلي أي رابط يبقى الكلام ذات قيمة مهمة جدا وله دلالة في هذا التوقيت كابتن محمود الخطيب تمنحه مؤسسة روزا ليوسف وسام الاحترام وسام الاحترام وحطها بين عشر أقواس وتدي له لقب النبيل تقول روزا ليوسف في حيثيات منحها وهي من المدارس الصحفية المصرية العريقة والمتميزة تقول روزا ليوسف في حيثيات منح رئيس النادي الأهلي وسام الاحترام موهوب في أدائه موهوب في أخلاقه موهوب حتى في صمته عندما يتحول إلى قائد متمسك بثوابت ومبادئ تربى عليها الشياطين الحمر في مؤسسة وطنية اعتادت أن تواجه التحديات مهما على أثرها هو واحد من أبناء جيل العظماء في كرة القدم هو أحد أبرز من أمتع المصريين والعرب في العصر الزهبي بموهبته منذ كان لعبا في النادي الأهلي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي خلالها أرقاما قياسية لم يستطع أي لعب حتى الآن الوصول إليها منها على سبيل المثال تسجيله 37 هدفا في المسابقات القرية وبتضيف روزة اليوسف قبل ما تضيف روزة اليوسف الله ساعات الكلام الموقف يخليك تبقى مبدع يعني ما أقولك موهوب في أخلاقه موهوب جدا في صمته حتى في صمته موهوب في صمته الناس يقولك يعني موهوب في صمته يعني الصمته هنا اختيار عبقري لمعالجة الأزمات التي لا يليق أنك أنت تنجرف إليها فتطلع منها بهذا النبل الذي نراه وهو ده الدروس اللي الأهلي بتديها أنه مش بالشطة أخذ الحق حرفة مش بالهيسة وبالصوت العالي أو بالتهديد أو بالوعيد ولكن بالصمت وبالقانون وبالأصول صحية تضيف روزا اليوسف في حيثيات منحها وسام الاحترام لكابتن محمود الخطيب بتقول 65 عاما مرت على مولده قدم خلالها سلسلة من العطاءات استحق عنها أن ينال عدة ألقاب من بينها أفضل لاعب أفضل هداف ودائما أفضل أخلاق توال مشواره الكروي أو الكروي مع أبناء القلعة الحمراء لم يحصل إلا على إنذار واحد هو أول لاعب مصري يفوز بجائزة الكرة الزهبية كأفضل لاعب في أفريقيا عام 83 والتي قدمتها إليه مجلة فرنس فوتبول 30 عاما أو يزيد مضت على اعتزاله كرة القدم سجل خلالها 107 أهداف الدور المحلي كانت من أمتع الأهداف في كرة القدم المصرية وأكثرها إبداعا لذا يبقى محمود الخطيب ليس فقط أعظم من لمس كرة القدم في الملاعب المصرية والأكثر موهبة وحضورا ولكنه المسؤول القابض على منظومة الأخلاء والحارس المدافع عنها في صمت وكبرياء جملة ولا أعمق هو المسؤول القابض على منظومة الأخلاء والحارس المدافع عنها في صمت وكبرياء شوف أنا لما بقولك اللي يتأسس صح بيكمل صح إليه لأنه يعني الصح بيجبر اللي ييجي بعديه أنه لازم يمشي صح بيلاقي حاجة لو استند إليها حيتحط في المكانة اللقيقة بيه بالنادي الأهلي فمالوش خيار في أنه لأن الحقيقة النادي الأهلي دائما ما كان يلفظ وهو ماشي في طريقه عملية الفرز مستمرة وهو بيهدوء شديد جدا صحيح صحيح ده ده يعني تلاقي ناس كتير قوي الأهلي بيلفظها بهدوء لما تتأملها تقولها لو ما لفظهاش ما يبقاش الأهلي ما يبقاش أول أهلي وتستغرب يعني كان يجي الكابتن صالح كل انتخابات ينشن على واحد أو اتنين يقولك دول مش معانا المرة دي تدور على الأسباب يمكن ما أقولكش قوي إلا تكون جنبه جدا متعارب وممكن تبع حاجات بسيطة وتعدي في حتة كتير لكن ليه مؤشرات ودللات إنها ممكن توصلنا إلى حاجات مش كويسة أو أخطر فهذا الفرز مستمر عليه كل الأجياد بدرجات بتورز يوسف محمود الخطيبة الذي اختطفاه الشياطين الحمر في شبابه قبل أن ينضم للإسماعيلي ساهم بشكل كبير في أن تظل جماهيرية النادي الأهل العريق على مرة زمان هي الأولى بفضل تفانيه وإخلاصه وتحمله لألام الإصابات المتكررة وقسواتها والتي لم تهزمه يوما فكان يتناول المسكنات ويشارك في المباريات دون اكتمال شفائه ليمتع الجماهير العاشقة لأدائه الراقي ويسهم في صنع تاريخ لناديه والمنتخب الوطني ياما ياما وهو بيلعب من قطر الإصابات كان فيه كده همهامة وتلقيح من اللي ما يعني الناس اللي دايما عملت ده فهمة بوطن الأمور أن يعني أحيانا ما بتبقاش الأمور مستحقية النهاردة اللي بيحصل بيدفع فطورة التحامل على نفسه والحقن واللي كان بيلعب ومصاب عشان الآيام ترد على كل الذين يعني تقوالوا عليه وأدى الفتنة لاعبا وكثيرا بين الجماهير بحسن وتمييز علاقته مع المنافسين وهو اليوم من يحمل لواء القيم والخلق الكريم مدافعا عن التقاليد المصرية وقيم الحب والخير والعفو والتسامع مستمسكا بالثوابت والمثل والروح الرياضية بعيدا عن الانزلاق إلى هوة الخلاف العميق ديروزا ليوسف مشحنة في حيثيات منح الكابتن محمود الخطيب وسام الاحترام هذا الإسبوع بتقول مستمسكا بالثوابت والمثل والروح الرياضية بعيدا عن الانزلاق إلى هوة الخلاف العميق أو التلاسن البغيط حريصاً على منع الفتن ومقدماً القدوة للأجيال لأجيال لا تجد بصلة الطريق الذي بدأ موحشاً في ظل هجمة قبل سنوات لم تستهدف الرياضة في حزب بل استهدفت الوطن بشبابه نوفرنا باش اللحظة؟ آه طيب ناس كتير بتقول لله أنتم يعني ما فيش عمالين مركزين في حتة الأخلاق والقيم والمبادئ وممكن بعد شوية ناس ايه تقولك يعني بالراحة شوية مت احنا يا جماعة بصين بصين للأمر من المنظور ده بقى اللي روزا اليوسف التقطته وبتركز عليه مدى تأثير القيادات التي تصبح في مجال القدوة على سلوكيات المجتمعات ومن خلال تربية الشباب والأجيال القدم دي المسؤولة ده دي مسؤولية خطيرة جدا 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 مسؤولية تأديم القدوة للأجيال وكان انزعاجنا طوال الفترات الماضية من الانفلات اللي حادث أنه كنا خافين وتخوفنا في محله انه يعمل مدرسة الحق بالدراع وبالتجاوز وبالتهديد وبالابتزاز وبالكلام ده يعني انه تجي لك لحظات تجد مؤسسات تنتصر مؤسسات ايه؟ اعلامية زي اللي انت شايفها دي لا ومؤسسات كروية زي الاتحاد الافريقي لما ياخده في الجان ويشيد به ويشيد بأداءه الاتحاد الدولي مؤسسات علمية مؤسسات علمية وجامعة المنصورة اذا الراجل ده فيه اكتر من جانب كل حتة معنية بالقيم التربوية ومهمومة بمستقبل شباب هذا الوطن لقيت فيه حاجة تستفيد منه او انه يقدر يمسلها قدوة فيه ده طلبة في جامعة المنصورة فده مهم جدا ده مهم جدا جدا ان احنا نعلي من شأن هذه النماذج بتقول روزا اليوسف عن الكابتن محمود الخطيب مقدما القدوة لاجيال لا تجد بصلة الطريقة الذي بدأ موحشا في ظل هجمة قبل سنوات لم تستهدف الرياضة فحسب بل استهدفت الوطن وشبابه شبابه الذي ينظر الى محمود الخطيب بكثير من الفخر والاعجاب شيء مهم جدا انا باعتبرها واحدة من اهم المقالات والله العظيم الخطيب الذي يتسبق الصغار الى تحياته والتقاط الصور التذكارية معه في مشهد يدعو للاعجاب والدهشة في آن واحد والتساؤل عن سبب هذا الحب الالهي لنجم المحبوب لم يره هؤلاء الاطفال لعبا ومن سبقهم من اجيال ويضرب بيب المثل في كل مرة وينحني للصغار سعيدا ومبتسما بل متعاليا على الامها التي لا تحتمل بفعل جراحات عدة اجراها في العمود الفقري هو بالنسبة يعني مشهد الاطفال وما يعني بيجروا عليه عادي نتصوره معه الامهات والاهالي وهو لا يخزي الاحد مهما كان باستعجل او تعبان مشهد يستحق التأمل والتحليل ده صحية في حيثيات وسام الاحترام من روزا ليوسف الى كابتن محمود الخطيب بتقول اليوم يقف محمود الخطيب وقد استحوذ على قلوب الجميع الخصوم قبل المناصرين بفضل دماثة خلقه وبعده عن الاضواء وهي تلاحقه وبفضل ترفعه عن الرد على ما اصابه من ازى دون زنب اقترفاه او جريرة ارتكبها فخرج منتصرا للحق والعدل والمنطق بعد ان كفر البعض بكل هذه القيم التي تمثل حجر الزاوية في تماسك المجتمع وشموخه دي مؤسسة وطنية بتمارس دورها المجتمعي المسؤول في حماية القيم ورجم كل السلبيات وكشف كل العيوب بكل الوضوح والصراح وهي بتعمل فوكس شديد على نموذج الكابتن محمود الخطيب وتمنحه وسام الاحترام تحت مسمى النبيل لا يفوتها ان تلقي الضوء على هذا الجانب شديد للسواد للفظه والتنبيه الى خطورته لان بتقول روزا اليوسف بفضل ترفعه عن الرد على ما اصابه من ازى دون زنب دون زنب اقترافاه او جريرة ارتكبها فخرج منتصرا للحق والعدل والمنطق بعد ان كفر البعض بكل هذه القيم التي تمثل حجر الزاوية في تماسك المجتمع وشموخه وفيما كان يواجه محمود الخطيب المحنة تلوى الاخرى ما تعلق منها بازمات صحية واخرى جماهيرية واجهها بهدوء وصبر تتجل عدالة السماء لتنصره نصرا عزيزا ليبقى اسطورة حية في حسن الخلق ونبل المقصد وتحمل الصعاب ونموزجا يحتزى وساكنا للقلوب كقدوة فريدة ورمزا وطنيا في قائمة ابناء الوطن الذين يمثلون ثروته وقوته الناعمة طيب لو قلنا ان احنا يعني بنسقف لهذا التحليل وبنؤيده نبقى بنطبل يا اخوانا موقفنا من الاشادة الدائمة بما يقدمه الخطيب خصوصا وهو اداري والله ما ابني بالنسبة لنا على مفاجأة فجاءني الخطيب متجاوزا كل حدود التوقع اللي انا كنت متوقعه بالنسبة له فجاءني لان احنا متربين مع بعض وكل واحد فينا شايف الاخر ميزاته وشايف قدراته وشايف يعني فكنت تمالي بقول ايه يعني طب هو لما يبقى الرجل الاول في الازمات هيعمل ايه كشخصية النجم بقى الازمة والصراع بين الصح والمكاسب الشخصية كند ايه طبيعة الشخصية اه انا اما اجعلج الازمة والناس بتهجمني الناس اللي وقفت جنبي واللي كانت منبهرة بيه تقول ده احنا بنعيد حساباتنا لا لا ده مش كده بعضهم للأسف الشديد فعل هذا تحت وطأة الهجوم المستمر والالحاح الاعلامي والتحامل والتجيش اللي تم ضده فيفاجئني انه بيسكت ولم يطلع يتكلم يتكلم وهو متمالك نفسه تماما يتكلم بقوة ولكن برقة يتكلم بحسمه لكن بتعفف يتكلم في حق الاهلي وينسى حق نفسه وده اللي احنا نتكلم اللي بنقوله الاهلي فوق الجميع فوق جميعنا مش وقت الحساب ويروح بقى فيما يخصه يسلك السلوك الحضاري الطبيعي لأي انسان مسؤول ويروح للجهات المسؤولة القانونية والإدارية والرياضية وهو يتوقع انه ربما لن يجي الصدق في كثير من محاولاته لكن تباعا تأتي الايام بالانصاف صحيح تأتي الايام بالانصاف لتقول روزا اليوسف لقد أكد ويؤكد الخطيب في رسائله التي لم يتحدث أو يتاجر بها أن بعض المواقف مهما تحطمت فيها الثوابت وازدوجت فيها المعايير وعلى صوت الأدعياء فيها تأتي خواتيمها مواكبة لسنة الكون ومنسجمة مع نموس الإنسانية بالانتصار لأصحاب القلوب الطيبة والذكرى العطرة والأخلاق الرفيعة في إشارة وجدانية أصيلة نابعة من تراكم مسيرة سنوات من الجهد والعطاء والبناء والحفاظ على مكانة المؤسسة التي ينتمي إليها قبل أي اعتبار بأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح بتختم روزا ليوسف حيسيات منح وسام الاحترام لرئيس النادي الآلي الكابتن محمود الخطيب هو إنسان مليء بالتسامح رافض للسقوط حامل في قلبه عشق ملايين المصريين من أبناء القلعة الحمراء وغيرهم من المصريين لأجل الكثير والكثير مما قدم بعطائه في الملاعب وما قدم من نبل بصمته في المصاعب وتحمل للمسئولية بشموخ في أصعب الأزمات والألام نجده عن جدارة يستحق وسام الاحترام هذه لحظة النبل يعني كتير جدا نمازج العطاء والإخلاص والتفاني اللي روزا ليوسف شايفة إنه يستحق محمود الخطيب وسام الاحترام طيب هي انتصرت لنموذج الطيب اللي حيؤثر في أجيال وألقت الضوء في لحظة شديدة الخطورة والأهمية إنك تبرز هذا الجانب لأن زي ما الصورة القاتمة موجودة أدي الصورة المضيقة وشايفين إن الأيام يا شبابنا بتنتصر لأصحاب القيم والمبادئ والتقديد والخلق فدي الرسالة للجمهور والشباب وإزاي تاخد حالك بدون ما تدفع المجتمع تمن فادح ولا البلد تمن فاتح بدون فادح بدون ضقيق وبدون تهديد وبدون تلويح إن أنا وراء جمهور وراء آبدا مسئولية مسئولية منضبطة نموذج في الأداء المسئول وده اللي إحنا عايزين في وسط مرار وإحنا بنتعامل مع نادي زنادي الأهلي شديد التأثير إحنا كل واحد فينا هنا أستاذ فراهيم شاء ولم يشعر قد يكون مؤسرا فعندنا مسئولية لازم نرعاها أنا إيه بني معلشي وإنت عارف القصة دي أنا حشير بس على سؤال واحد ما تقوليش لا أحقولها لأن أنا مؤيد لهذا الفكر جالي في وقع معينة وقال لي أنا كتب من سطر مسلما سطره الله في إشارة إن يا جماعة مش عايزين ننظلق في أمور ما لاش لازمة أنا صح ولا غلط قلت له بتسأل ليه قال لي فيه ناس بتقول لي لا مش صح قوي قلت له قد يكون عندهم أسبابهم لكن أنت صح أنت صح ليه يا أستاذ براهيم أنا بقول لي الإبني بقى أنا حر مع إبني لإني أنا إذا ما كانتش هذه القيم موجودة قدام حاجات تانية فيه ناس عايزة تاخد حقوقها وفيه مظالم عايزة تيجي واخد بالك لكن أنا من أنصار فليفعل كل إنسان ما يروقه أنا محكمش على غيري ما بقولش إن اللي بيعم كده غلط التاني لكن بقول أنا لما إبني يسألني هذا السؤال لازم بقوله أنت صح عشان أعمك روح التسامح جواه مش الوهن ولا الضعف أنا عايز أقول إن النادي الأهلي يصمت كثيرا أمام الإذاء هو إحنا ما تسجلناش واتبعت لنا التليفون ناتنا ما تتحطى على الشاشات عشان الناس يشتمنا اتعامل فينا كده لكن ما وقعش إبني ولا أنا ولا لأي حد أقدر أدير وهذه النصيحة أسير الانتقام ولحظة الشعور بالتفاوك معلش شي أنا قلتها رغم أنها تبدو مسألة شخصية لكن هي ما فيش إزدواجية في المعايير هنا يا أنت مؤمن بدا يا مش مؤمن بدا